سلام عليكم. معكم مصطفى ونقراط بستر بونتك. او انا بعتدل على الغيابة الطويلة اللي هي تعتبر تلات ايام دي تعتبر بالنزالة الغيابة طويلة بسبب ان احنا ما نتواصلش مع بعض بشكل يومي بسبب انها مختفي برضو من الانترنت بقى ليه. اعطاكت تلات ايام او تلات او اربعة ايام. بسبب بس بعض المشاكل اللي عندي في البيت ولكن ان شاء الله هنبدأ نتواصل مع بعض بشكل يومي بداية من الفترة الجاي. ممكن بداية من اسبوع الجاي. فحلقة النهاردة وقبل ما نبدأ فيها انا حابة اتكلم عن حاجتين. اولا ان احنا قربنا جدا عن تركات مشترك. نستنى بس بعض المشتركين لو تلتمائة عشرين مشترك او تلتمائة مشترك. فاتمنى من كل شخص بس. اتفرج على الفيديو الاخر. لو عجبك الفيديو اعني شير. بس. اهو ده اللي اطلبوا منك. قابل لايك وكومنت. لو عجبك الفيديو وتعمل شير بس. عشان في اي جروب اي صفحة لو بذات اللي عندي في صفحة طبعا صفحة كبيرة يعني فيها ضيقات او حتى لو مفهاش ضيقات فارد تعمل شير. بس هو ده كل اللي اطلبه منك. انك تعمل شير الفيديو ده لو عجبك. بس لو بس فيديو ده شافوا الف شخص او خمسمائة شخص. ومن خمسمائة خمسين شخص بس عمل شير الفيديو انا واقفصوك جدا. تمام? اتمنى شوف بس اللي اعجبوا الفيديو ده يا مش اقل. تاني حاجة هتكلم فيها واللي ما رضيتش عامل لها فيديو الوحيدة هو ان احنا هنضيف كسم الاندرويد في القناة. حد هيقول دلوقتي ان انت كنت ضايف قبل كده لأ. ده لكم كسم تطبيقات بس كده حاجات بسيطة اللي بنعملها. لكن بالوقت احنا هنضيف كسم للهواتف بشكل عام. كسم الهواتف بمعنى ان احنا نعمل مراجعة الهواتف الجديدة. اه هنتكلم عن افضل هاتف في السنة افضل هاتف في الشهر حاجات كتير وبعض الحاجات الجديدة ان شاء الله اللي هنضيفها في القناة ان شاء الله تعجبكم. يعني ان ممكن نعمل الهواتف ومراجعة طبعا للهواتف كم مميزات وعيوب وحاجات زي كده. ان شاء الله الاضافة دي تكون حاجة كويسة ليه القناة. يا ريت لو موافقنا على الاضافة دي تكتب في كومنت تحت. خلينا نخش في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة وهي حلقة تعتبر هي دمج بين الهواتف ودمج بين الربح من الانترنت وهو مجال القناة الاساسي. طبعا يا جماعة انا هضيف الاندرويد ولكن مش هنبطر الربح من الانترنت او هنقلل في حلقات الربح من الانترنت بإذن الله هعمل توفق كبير جدا من كل الاستراتيجيات وكل الحاجات دي بإذن الله. اه بشكل كويس جدا عشان نقدر نستمر في القناة فكان لازم نضيف حاجة زي الهواتف ده كانت حاجة مهمة جدا لازم يضيفها القناة عشان اه ربح الانترنت مش هيبقى دايم اول الاستراتيجيات بتتقفل وحاجة كتلة جدا بتحصل ولكن طبعا مش هنبطل في شغل ربح الانترنت طبعا هنشرح مواقع هنشرح كتلة جدا مش لازم نشرح استراتيجيات بالضفط لانها بتتقفل ولكن برضو مش هنبطل شرح استراتيجيات. وعلى فكرة القرار ده انا اخدتوا بنوعا على ناس كتلة جدا اللي كلمتني وقيت لي لأ تبطل بقى شغل استراتيجيات وخليك مركز في ربح الانترنت فقط عن طريق انك تعرفنا مواقع عن طريق انك تعملنا حاجات كتير كده في ربح الانترنت اللي كانت بتبطل تعرفنا استراتيجيات لانها كده كده بتتفل. انا صراحة مش موافقهم وان شاء الله برضو مش هنبطل استراتيجيات وهنكمل بإذن الله. خانا قطوا المبدأ في حالة النهاردة وحالة النهاردة هي طرق الربح من الهواتف او ستة طرق للربح من الهواتف. انا قلت الطرق للربح من الهواتف لاندي تعتبر هي كل الطرق للربح من الهاتفك الاندرويد. او بلاش الاندرويد للربح من الهاتفك. او السمارت فون الخاص بك الهاتف الزكي. تمام? انا النهاردة جمعت لكم كل الطرق تقريبا اللي موجودة على الانترنت. واللي مش موجود على الانترنت. كل الطرق للربح. تمام? طرق هنتكلم عليها فقط وفيه طرق هابرها لكم على الهاتف. اول طريقة هي التطبيقات الربحية. التطبيقات الربحية اللي هي ايه? لا تطبيقات اللي بتطلب منك تحميل تطبيقات تانية. تطلب منك انك تلعب العاب معينة. انك تعمل بعض الحاجات عشان تكسب بعض السندات. انا في الاول في الاخر بقول ان تطبيقات دي هي تعتبر ضحكة على الناس. تمام? لكن ببقى انه النهاردة في الفيديو ده بنتكلم على كل الطرق من هاتفك اندرويد مهما كانت بسيطة او كبيرة فمضطرين ان احنا نشرحها. خلنا عطول نخش في الهاتف عشان نعرف التطبيقات. التطبيقات الربحية. خلنا عطول نبدأ باشهر تطبيق من التطبيقات الربحية اللي بخلنا نحمل بعض التطبيقات عشان ناخد منها بعض السندات. وزي ما قولنا ان انا ما بنصحش بالتطبيق دي. التطبيق وعف. ريوردز. التطبيق ده من افضل التطبيقات اللي انا شفتها لحد دلوقتي في الموضوع ده ومن انجح التطبيعات. تمام? لكن في تطبيقات تانية كتير طبعا بتعمل نفس الموضوع ده وبقوة التطبيق ده. ولكن التطبيق ده هو يعتبر هو الافضل في المستقرية. لان التطبيق ده مشهور جدا يا جماعة. اعطاك ان كل ناس عارف التطبيق ده. هو من اشرة تطبيقات للموضوع ده. كل ما تعمله انك اول ما تفتح التطبيق هتلاقي هنا مكتوب كلمة ثانية واحدة. هتلاقي هنا مكتوب كلمة ومعمول عليها علامة فيسبوك. هتضغط عليها عشان تخش عن طريق فيسبوك. اه اعطاك ان دي الطريقة الوحيدة المفتوحة لحد دلوقتي. تمام? فانته هو ده افضل لك يعني افضل حاجة لك انك تخش عن طريق فيسبوك. تمام? اه زي ما انت شايف هنا برضو هتقدر يوميا تاخد فلوس من وتقدر تحمل بعض التطبيقات وتاخد هنا زي ما انت شايف واحد سنت هنا تطبيق تاخد منه تمانية سنت لو حملته اه طبعا اه لقى السحبة وعشرة بالغر. وزي ما انت شايف بعض التطبيقات تقدر تحملها تطبيقات كتير جدا. تمام? بتبدأ من الاغلى للاقل وبعض الحيات اللي ممكن تعمل. هزي ما انت شايف هنا تطبيقات طبعا لو عايز تاخد فلوس من الموقع. طبعا انك اسم اللوك سكرين. تمام? هو ده كل يعني اللي في التطبيق ده تطبيق ممتاز جدا وبسيط جدا ومسهل جدا مش ياخد اي حاجة من موارد الجهاز. تمام? يعني تحطه عندك واكنه مش موجود. ميزة جميلة جدا في التطبيق ده هو ميزة الرفرalı. بتاخد خمسة والشين صانتا عن طريق كل وميزة جميل جدا برضو في التطبيق ده انك بتاخد فلوس عن طريق لما بتخش على كل اه تطبيق من اللي انت حملتهم. يعني انت لما بتيجي تخش على التطبيق مسلا وليكن فيسبوك. فيسبوك مسلا يومية انت لو دخلت عليه هτέخد اتنين صانت من التطبيق ده وده حصل معي من شوية وجربته. بتاخد اتنين صانت فيس بوك اول ما بتخش عليه. بس هو ده كان كل حاجة في التطبيق ده. طيب بما اننا مسكنا التليفون وبدأنا نسجل منه فاحنا فيه النهاردة اربع طرق للربح من الهاتف الاندرويد. اه هنستخدم فيها التليفون. في طرقتين هنستخدم فيهم الكمبيوتر. فالربع طرق نستخدم فيهم التليفون اضطر اقولهم كلهم مرة واحدة وراء بعض. طيب. تانية حاجة معنا النهاردة هي الربح عن طريق بيع المنتجات. بيع المنتجات عن طريق تطبيق اولكس. اعطاك الده من افضل تطبيقات اللي بيع المنتجات. عندك تطبيق تاني اسم دوبيزل وعندك بعض تطبيقات تانية الموجودة في الوطن العربي. ولكن هوا من افضل واشهر تطبيقات. هنا انت تغطي هنا بس عشان تحدد البلد اللي انت فيها. مهما كانت البلد طبعا تحدد البلد اللي انت فيها. اه بتختار المحافظة بتاعتك وبتختار كل حاجة خاصة بيك. طبعا ده كويس جدا المصريين بالزات. تمام? هنا طبعا بيديك بعض الاقسام اللي انت ممكن تختار منها. وهنا لو ضغطت هنا على كلمة بتضيف اللي انت عايز تبيعه. بمجرد انك تضيف الصورة بس بالشكل ده ساني واحدة. بتختار هنا طبعا القسم. تمام? بتختار القسم انت عايزه. هنا بتضيف الصورة. بتكتب الاسم وبتكتب كل حاجة خاصة بيك. بتكتب رقمك. بتكتب اي حاجة. عشان الناس تقدر تتواصل معك. الموضوع بسط جدا في التطبيق ده. واكتمنى ان هو يعجبكم. هنا بتخش مسلا على موبايل فونز. مسلا عايز اشوف موبايل. زي ما انت شايف هنا الاف بالعشرات الالاف من الهواتف اللي ممكن تختار منها. صراحة حاجة ممتازة جدا جدا جدا. وهستفيد منها على المستوى الشخصي بشكل كبير جدا. مسلا هديك مسال انت عندك بيت فيه تلات اوض. تلات اوض كل اوضة فيها مروحة. انت مسلا ربنا كرامك وجبت في كل اوضة تكييف فانت مش تحتاج المروح. فانت بالتالي يا اما هترميها يا اما هتبعها. ولو نزلت اتباعها عندك في البلد الخاصة بيك ممكن يضحك عليك. ممكن يحصل حاجة كترة جدا ان يقولك مسلا انت فيها حاجات كده بايزة ومش عارف ايه ويبقى هالك بنص التمن. فالموضوع هنا هيبقى اسهل بكتير انك تقدر تتكلم مع الناس وتقدر تعرف تفاصل تتكلم بالزبط على الفلوس عشان تقدر تبعها صح. طبعا? وطبع ان ده بيديك خبرة في انك تبيع المنتجات. حاجة مهمة جدا طبعا. زي ما انتم شايفين تطبيق جميل جدا اتمنى انكم تستفدوا منه. خلان اعطوا ان نقش على التطبيق اللي بعده. الطريقة اللي بعد كده هي طريقة عن طريق الكفل الشاشة. انت مسلا لو قفلت الشاشة وفتحتها يزهر لك بعد الان. التطبيق ديش موجودة في مصر بشكل كبير للاسف عشان كده ما عنديش تطبيق للتطبيق دي غير وهاف ويعتبر من اسوأ التطبيقات. تمام? عشان كده برضو مش هنتكلم فيه مش هشرحه ومش يسيبه اسفل الفيديو. ولكن هسيب لك حاجات تانية اسفل الفيديو. في بعض التطبيقات يا جماعة اللي شفتها وانا ببحث في الحلقة دي. بعض التطبيقات اللي شفتها بتدي خمسين سنت لكل ريفرال. واعلم اللي خستح بها واتنين دولار وخمسة دولار. وتطبيقات ممتازة جدا 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 ولكن للاسف تطبيقات دي موجودة بكسرة في مش موجودة عندك هنا في مصر او في الوطن العربي بشكل كبير. ولكن هسيب لك تطبيقات ده اسفل الفيديو وتقدر انت تحاول تجرب فيها كده ممكن تفتح معاك او ممكن تشتغل معاك. عايز تحملها عن طريق اا حملها ولكن اا ما ظهر لشن هو هيتفع لك فلوس. يعني هيبه الموضوع صعب. تمام? لان طبعا اا طبعا هو فقط فاكيد بيدعم حاجات ممكن يكون ما بدعمش البيبال. ممكن يكون بيدعم الامريكي. عشان كده قلت لك ام بيبال امريكي بعنوان امريكي وبرقم امريكي. تمام? اا فده مهم جدا لكن انت عايز تجربها اجربها. تمام? زي قلت لك بيدي خمسين سنت عن طريق كل ريفرال اللي بيدي خمسين سنت واللي بيعني حكيتها جدا تصراحة حاجة ممتازة جدا من التطبيقات دي. ولكن انا اسف جدا ان انا مش هوريك التطبيقات. اا يعني مش هوريك التطبيقات او هوريك الشرح ده عملي النهاردة. اا ولكن ان شاء الله سيب لك كل رابط دي اسفل الفيديو بازن الله. تحمل اي واحد فيهم وان شاء الله يشتغل معك كويس. خلنا خلش على التطبيق الاخير معنا النهاردة. اا من التطبيقات يعني التطبيق الاخير. وهي رابع طريقة للربح من حاتفك الاندرويد هي عم طريق سماع الاغاني. برضو الموضوع كان صعب بالنسبة ان انا قدر نزله لان بسبب اا انه برضو مش موجود في مصر. الموضوع ده عامل الازمة كبيرة جدا. التطبيق اسمه برضو هتلاقي اسفل الفيديو. التطبيق ده يعتبر التطبيقات النادرة جدا. التطبيق النادرة جدا انك تلاقي التطبيق يقدر يخليك تشغل او بتقدر تسمع اا غاني. تمام? وتاخد على فلوس. الموضوع موجود على الكمبيوتر بكسرة وموضوع بسيط جدا وسهل. ولكن عن الاندرويد ده يعتبر التطبيق الوحيد. التطبيق الوحيد اللي هي تقدر تتخدمه في موضوع زيدة. تمام? فاتمنى بس انكم تستفيدوا من التطبيق ده. وبرضه اتمنى انتم محدش يكون زعلة بس من ان انا بحاول اختصر في الموضوع بسبب ان الحالة دي ما تبقاش طويلة. مش هزين بس نعدي العشاء بدايق بكتير يعني. تمام? مش هزين نوصل لربع ساعة. فااا التطبيق ده وانا جماز انا قلت لكم. اا بتسمع عليه بعض الاغاني وبتام السابورت ليه الاغاني اللي انت عاوزها وده برضو بيزود من الريح بتاعك. الريفيوهات على التطبيق ده كلها بتقول ان التطبيق ده ممتاز جدا. جدا جدا. واش محتاج منك اي حاجة. التطبيق ببسيط وسهل جدا بتخش عن تطبيق فيسبوك او بتخش عن طريق اي حاجة برضو شفت كل الكلام ده. اا ويا رب بيكون بس شغال في البيات اللي خاصة بيك. اا بقلت في الوقت العربية يعني بسبب ان هو مش موجود في مقصر ده حاجة صعبة جدا. تمام? فاتمنى هو يكون شغال معك. برضو اتلاقي ربط تحميل التطبيق ده اسفل الفيديو. تمام? ونخش على طريق الكمبيوتر عشان نشوف اخر طريقتين معانا في الريح من الهاتف الاندرويد. وان شاء الله تستفيدوا منهم. طريق خمسة الريح من هاتفك الاندرويد. هي عامل قناة يوتيوب. طبعا الناس كلها تتغير دلوقتي ازاي نعمل قناة يوتيوب عن طريق الهاتف وازاي نكسب منها وازاي نبدأ وازاي 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 وكلام كتيرها نتكلم في اي طيب? وكلام ده كله في كل ده مليوش لازمة. لما تشوفوا القناة دي. قناة ايجيبشن اندرويد. قناة دي قناة واحد صاحبي يعني اه طبعا مش بعملات عاية فقط لا. بعملات عاية شوان هو فعلا يستهل. قناة دي يستهل جدا الدعم يا جماعة اه اتمنى لكم تشتركوا في القناة دي بسبب حاجة جاملة جدا ان القناة دي شغالها فقط عن درويد يعني كل كل دي هاتفك الاندرويد. اه انا مش هقول لك الموضوع صعب. الموضوع مش صعب. الموضوع سهل جدا. ولكن اه الموضوع ممل شوية انك تستخدم هاتفك الاندرويد وما يستغيرش الكمبيوتر وكده. بسبب ان هو عنده مشكلة في الكمبيوتر فهو بيعمل كل حاجة عن طريق الهاتف الاندرويد. بيصور طبعا وبيشتغل هو بيتكلم في الاندرويد. فهو بيصور في الاندرويد. بيصور بالهاتف. وبيشتغل بالهاتف بيعمل ممتاش بالهاتف بيعمل كل حاجة بيعمل الصور . بيعمل كل حاجة عن طريق الهاتف الاندرويد ودي حاجة تخليك فimet حاسس بالجهد اللي هو بيعمله موضوع صعب جدا يا جماعة انتى يكون مسلا عمل مية واحداشرة فيديو. مية واحداشرة الفيديوья دي عن طريق الهاتف الاندرويد. انا الحاجة دلوقتي عامل حاجة وتمانين فيديو او وعم ترويق الكمبيوتر وبرضو القنادي يعني من افضل القنات. دي انا القناديية ما عندهش حتى الف مشترك ووسط تسعمية واربعين مشترك ولكن برضو يا جماعة زي موضوع لكم القناة دي هساعدك رابط ايس في الفيديو اتمنىك تتبعها. طمام? انا كل فكرتي بس النهاردة وفي الحلقة دي وهي دي طلالة الخمسة للربح من هاتفك الاندرويد انك تعمل قناة يوتيوب. انك تبدأ. هو ده اللي انا قصدي فيه. انك تبدأ تعمل قناة يوتيوب. الموضوع كله بسيط جدا ومش صعب. الموضوع سهل جدا. مش تحتاج اي حاجة. حتى بتريفونك بس ممكن تعمل وتتكلم في الاندرويد. تمام? وتكسب فلوس قويس جدا من يوتيوب عن طريق بعض الاستهداف البسيط. تمام? اه طبعا يا جماعة الناس كزا واحد تسألني عن الاستهداف وزيزا يزود المشتركين لمشاهدات الكلام ده كله يا جماعة والله العظيم هتلاقي بلاي لست اسمها يوتيوب عندي في البلاي لست. اه كل ده فيها كل الكلام ده وكل طرق الاستهداف وزيادة اربعة حقوق الكلام ده كله موجود عندي في البلاي لست. اتمنىكم تشوفوها سانية واحدة اخوشيكو عليها. بلاي لست اللي هتلاقيها هنا. زي ما انت شايف فيها خمصة الفيديو موجود هتلاقي فيها كل حاجة عن اليوتيوب اللي انت هتحتاجها. تمام? نرجع للقناة دي. يا جماعة القناة دي من قناته ممتازة جدا اتمنى انكم تشتركوا فيها وتتابعوها. القناة ممتازة جدا صراحة. تمام? فزي ما قلت لك فكرة الموضوع او فكرة الخامسة معنا النهاردة هي انك تبدأ في اليوتيوب حتى لو ما عندكش اي محتوى او حتى انك مع gospel اي افكار. تمام? بس بداية من هاتفك الاندرويد. ممكن تبدأ او من الايفون الخاص بيك انت ممكن تبدأ عادي جدا. تمام? اا وطبا ما 유كنت تخوش على الفيديوهات وتشوفو هو فعلا نعمل فيديوهات طريقة احترافية بنقول بسا بنسبة سبعين في المية تمام? احترافية بنسبة سبعين في المية. كócوات وكمونتاج تمام? ودي كانت طرق الخامسة معنا النهاردة في الريح من هاتفك الاندرويد. خلنا ناخش على الطرق السد. الطريقة اخيرة معنا النهاردة هي عن طريق بيع الصور الفوتوغرافية. بيع الصور الفوتوغرافية انت هتقول لي لا ده انا محتاج كاميرا عشان اقدر اعمل صور وعشان اقدر اعمل كزا وكزا كزا. لا لا لا. الموضوع ده كله لا. لو قلت نفسك كده انت كده بتحبط نفسك. الموضوع بسط جدا يا جماعة. في بعض الواتف اللي الكاميرا بتاعتها قوية جدا. بعض الواتف بتصور يعني بتصور بطويلة جميلة جدا. تمام? بعض الواتف بتصور آآ بشكل مسلا بيزيد Village with and iPhone. بيصوروا بشكل جميل جدا يا شباب. احسن من بعد الكاميرات. يعني احسن من كاميرا Canon سبعمية دي احسن من كاميرات كتير جدا. تمام? هتقول لي طب عازل الشاشة والكلام ده كله هقول لك هواوي بقت بتعمل الموضوع ده بشكل جميل جدا وببسيط جدا وبقت بتعمل في الموبايلات الخاصة بها فالموضوع سهله جدا. يعني معها عازل الشاشة والكلام ده كله الموضوع ده بقى سهل جدا جدا جدا. تمام? انت هنا تقدر طبعا معنا طريق موقع ده شكر ستوك. طبعا كنا عارفين الموقع ده كنت شروحه قبل كده. هنا وتقدر تضيف الصورة الخاصة بيك ودفلها سعر. بداية من عشرين دولار يوصل لتلتمية دولار. تمام? طبعا كل ما جميل الصورة يكون افضل كل ما الصورة تتبعها بشكل اسرع وبسعر اكبر. تمام? زي ما انت شايف طبعا الصور يعني مسلا في انك مسلا في مكان عام او في مكان جميل في خضرة ومش عارف ايه حاليات جميلة جدا. وتلتقط صورة معينة وانت حسس ان الصورة دي فعلا صورة آآ جميلة والصورة شكلها كويس فانت ما زي ترددش انك تخش على الموقع ده وادعها او تخش على التطبيق ده. تمام? في تطبيق هنا اسمه او تمام? التطبيق ده انت بمجرد هتحمله على او موجود في الاتنين. آآ فانت هتحمل تطبيق ده وبرضو هتضيف الصورة الخاصة بيك واتباعها وتوصل لك في سلوس بتضيف البيبال خاصة بيك وبيوصل لك في سلوس عن طبيق. الموضوع بس جدا مسهل تمام? وهي دي كانت طريقة استابتة معنا في الربح من هاتبك الاندرويد. آسف 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 ان انا آآ اختصرت في طرق بشكل كبير ولكن حبيت اديك فكرة بس عامة وياريت لو عاوز اي طريقة معينة نشرحها بالتفصيل الممل وياريت تقول لي اسف الفيديو والطريقة اللي انت عايزني اشرحها لك بالتفصيل الممل. بس هو ده كان كل عاجب في فيديو النهاردة اتمنى بس انك تشترك في القناة وزي ما قلتك اتمنى يا شباب انك تعملوا شير الفيديو ده. كل واحد عاجبوا الفيديو ده وعاجبوا المحتوى وشايف ان انا فعلا انت عايبت في الفيديو ده يعني شير الفيديو ده في صفحيته الخاصة صحيته على فيسبوك في آآ صفحة هو يمتلكها يعني او في اي جروب اي جروب تشوفه آآ لعلاقه بالتقنية فياريت تعمل شير الفيديو ده فيه. بس عزيزني نوصلت على المشترك قبل نهاية شهر رمضان قدامنا تقريبا آآ او قبل نهاية الشهر ده قدامنا تقريبا خمساشر يوم فاتمنى احنا نلحق اتمنى يا شعب ان احنا نلحق. مرة تانية اتمنى انكم تكونوا يسدقلتوا بس ان انا اختصرت في بعض الطرق ولكن الموضوع ما كانش سهل والله ان انا اشرح كل حاجة بالتفصيل لانه موضوع كان يطول جدا. مرة تانية اتمنى بس انكم تعملوا لايك للفيديو ده ويسابسكراب لقناة ومتقساش تعمل تشير للفيديو ده اهم عكاية تعمل تشير للفيديو ده عشان نقدر نوصل لتالتلاف مشترك. اناهاك مصطفى انقلت مستمدك شوك شوفت الفيديو وشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وسهلا عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في قناة اندرود المصري هتلاقي رابط بتاعها اسفل الفيديو. سلام.